اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لعبة هيلو كومباتي فولت كانت لعبة اطلاق لجهاز الاكس بوكس الاسود الاصلي وهي اللي كانت السابر الرئيسي في بيع الجهاز ونجاحها وفي عام 1997 فريق بنجي كان مكون من 15 شخص فقط واثنى عملية التطوير كان للعبة اسامي كثيرة وغريبة جدا مونكي نوتس بلان وايضا وفي النهاية اختاروا اسم هيلو المتعارف لديه لعبة دوم تعتبر من اولى لعاب التصويب من المنظور الاول والتي حطت الاسس اللي مشت عليه باقي العاب التصويب المشهورة اثناء عملية التطوير كان اسمها اتس جرين اند بيست يعني لونه اخضر ومعصب ما ادي صراحة وش قصت من بس يضحك الاسم لعبة ستار فوكس ادفينتشرز والتي تعتبر لعبة مغامرات منظور ثالث من بطولة شخصيات فوكس مكلاود بطال سلسلة ستار فوكس المشهورة الغريب ان جو اللعبة كان يختلف تماما ان العاب ستار فوكس المعروفة والسبب لان اللعبة كانت تعرف باسم ثاني وقت تطويرها وهي داينسور بلانت والتي كان المقرر ان تنزل على الجهاز النتندو سكسي فور بدل الجيم كيوب وبطولة الشخصية الثعلة بالزرقاء كريستل والتي بعدين خلوها بطلة مساعدة لشخصية فوكس مكلاود في الاصدار النهائي لها وهذه كانت الخمسة العاب اللي الاسماء كانت مختلفة اثناء عملية التطوير اعطونا رايككم فيها وايضا اذا في العاب ثانية تعرفونها ما ذكرناها اكتبوا تحت بالدسكريبشن وكان معاكم فتا الشيحة ياتكم العافية مع السلام